خلاص كلها أيام على انطلاق مؤتمر التغيرات المناخية واللي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ واللي هيشارك فيه قادة العالم ومسؤولين وألاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كل مكان في العالم بكل تأكيد مصر هيكون لها مكاسب كتيرة جدا على كل المستويات يعني لو هنتكلم عن مكاسب سياسية اقتصادية بيئية أيضا مكاسب سياحية خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن استفادة مصر من المؤتمر المناخي نضفنا دكتور سمير سنطوي مدير مشروع التغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستشاري التغيرات المناخية سبع الخير رحضيكي دكتور بنوارنا في سبع الخير يا مصر سبع الخير يا دكتور يعني احنا بنتابع أنه في الحقيقة استعدادات بتجرى على قدم وساق في شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ كاب 27 ده بيعكس أهمية هذا المؤتمر يعني بشكل كبير بالنسبة لمصر كمان بالنسبة للعالم خاصة يعني بما يتعلق بالتغيرات ويعني كل ما يدور حول ملف الطاقة حاليا في العالم عايزة عرف من حضرتك أهمية هذه القمة تحديدا في هذا التوقيت الحقيقة احنا يعني بنتكلم على 19 يوم متبقيين على نعاقاد المؤتمر شايفين استعدادات يعني على قدم الوساق هذا المؤتمر يعتبر مشروع دولة مصر بتقدم للعالم ملحمة فيما يخص التنصيق والتنظيم على أعلى مستوى يضاهي التنظيمات في كل المؤتمرات العالمية في كل الدول العالم المتقدم هذه الدورة دورة 27 من المؤتمر بتيجي بعد 26 دورة من الدورات التفاوض والمباحثات والاتفاقات يعني كلها دورات خاصة بالنقاش حول الموضوعات ذات الصلة بالتغيرات المناخية قمة جلاسكو في الدورة 26 الدورة الماضية انتهت إلى مجموعة من التوصيات انتهت إلى اعتماد ما يسمى باريس سيرولبوك اللي هو زي لايحة تنفيذية الخاصة بالتفاق باريس للمناخ وبالتالي كل شيء أصبح جاهز للتنفيذ هذه الدورة ينظر إليها بأنها الدورة الأولى للبدء في التنفيذ طبعا الدورة القادمة هتكون برضو في المنطقة العربية تصادفها الإمارات فبالتالي الدورة الحالية والدورة القادمة من الأهمية بمكان أن العالم يبتدي يتحد من أجل البدء في إجراءات التنفيذ لأننا احنا شايفين التغيرات المناخية وأثارها السلبية ما فيش حد بين عن تغير مناخ الوقت والأثار السلبية سواء دول صناعية أو دول نامية دولات عندنا موجات جفاف في أمريكا ما حصلتش من ألف سنة موجات جفاف في أوروبا ما حصلتش من خمسمائة سنة وعندنا طبعا دولنا طبعا دول المنطقة تقع في منطقة شبه قاحلة عندنا مشاكل في الموارد المائية عندنا مشاكل في التصحر والجفاف وارتفعهم استوسطها البحر المتوقع فبالتالي الأثار السلبية لتغير مناخ بتضرب الجميع ولا تميز بين أحد فيجب أن تقادل على قادة العالم والمفاوضين أن يستغلوا هذه الفرصة في مؤتمر شرم الشيخ من أجل الوصول إلى حلول تنفيذية على الأرض ومعروف الحلول التنفيذية بتتلخص فيه ثلاثة أربع موضوعات أساسية رقم واحد بنتكلم فيه رفع طموح خفض الإنبعاثات الدول الصناعية وكل الدول العالم بتقدم تقارير اسمها تقارير المساهمات تبقى الاتفاق بريس هذه التقارير تقدم سنويا بتقدم كل خمس سنوات كل خمس سنوات هذه التقارير بيكون فيها كل دولة هتعمل إيه هتخفض إنبعاثاتها إزاي إذا كانت دولة صناعية هتقدم دعم إزاي للدولة النمية وبيتم تحليل هذه الأرقام والبيانات علشان نشوف إحنا من هنا لعشرين ثلاثين هنوصل للوصول للتحقيق هدف في اتفاق بريس ولا لا اللي هو الواحد ونص درجة مئوية طبعا التحليلات بتقول إن إحنا رايحين للزيادة في درجات الحرارة نتيجة أزمة الطاقة في أوروبا ده غير أزمة الطاقة وعودة بعض الدول لإستخدام الفحم للأسف الشديد طبعا في فجوة في الإنبعاثات يجب أن تغلق فبالتالي هذه الدول مطالبة بأنها تقدم طموح أكبر لخفض الإنبعاثات النقطة الثانية موضوع تمويل المناخ علشان نبتدي في التنفيذ يجب أن يكون هناك مصادر تمويلية الدول النامية والعديد من الدول النامية الحقيقة اقتصادياتها ضعيفة وهشة ولا تتحمل الأسار السلبية لتغير المناخ وبالتالي يجب أن يكون هناك مساعدة لهذه الدول هي ديقمة أصلا يعني فاندم بتاعته عنوان تكيف والتمويل بشكل عام يعني معناية بالتمويل كمان بشكل كبير جدا موضوع التكيف من الموضوعات الهمة جدا بالنسبة للدول النامية التكيف والخسائر والأضرار موضوع اسمه الخسائر والأضرار اللي هو الدول المتضررة يجب أن يكون هناك آلية لتعويض هذه الدول هذا الموضوع يعني متعرقل شوية في المفاوضات الدول الصناعية بترفض أنها تعترف بهذا المبدأ لأنها باعترافها به هو اعتراف ضمني بأنها متسببة في المشكلة وهي لديها المسؤولية التاريخية فبالتالي هذا الموضوع موضوع الشائق شوية والرئاسة المصرية للمؤتمر بتولي هذا الملف اهتمام خاص موضوع الخسار والأضرار لأن معظم الدول الأفريقية تقريبا كلها تقريبا متضررة وهتستفيد من هذا الموضوع إمبعاثات أفريقيا إجمالا 4% من إمبعاثات العالم لكن حجم الضرر الواقع على الدول الأفريقية من الأصدار السربية لتغير مناخ كبير جدا أيضا الموضوع الثالث المهم هو الوصول إلى هدف عالمي للتكيف زي ما فيه هدف عالمي للتخفيف تخفيف الإمبعاثات الوحدة ونص درجة يجب أن يكون هناك هدف عالمي للتكيف يوضع له آليات ومعايير وتحديد درجة التهديد والهشاشة لكل دولة تقريبا كل الدولة في العالم بتقول إحنا الأقصر تهديدا بالأصدار السربية لتغير مناخ يجب أن يكون هناك نموذج وآلية دولية يتفق عليها وعلمية مبنية على أسس علمية بتحديد درجة الخطورة لكل دولة طيب وإحنا بنتكلم عن مكاسب مصر من تنظيم هذا المؤتمر عايزين نتكلم عن المكاسب السياسية اللي ممكن تحققها مصر من وراء تنظيم هذا المؤتمر في دعم الثقل السياسي المصري في المنطقة وفي العالم كله بمعنات نتكلم عن مؤتمر عالمي حضرتك عندك مؤتمر في مصر هيكون معظم قادة العالم متوجدين فيه أنظار العالم كلها تتوجه نحو مصر في هذه الفترة مصر بتقود العالم في قمة المناخ وده مكسب سياسي كبير الوصول ونجاح المؤتمر إن شاء الله في الوصول إلى أهداف تنفيذية للعمل المناخي يعد مكسب سياسي كبير جدا إن شاء الله فإحنا بنعول بإذن الله الرئاسة المصرية للمؤتمر التي تتعامل مع كافة الملفات في هذا الموضوع بشكل شفاف ومتوازن وشمولي أن تتوصل إلى اتفاق اتفاق مثلا اتفاق شرم الشيخ هل إحنا في حاجة لأننا نتوصل إلى اتفاق إفندم أو اتفاق باريس القائم ده ممكن نمشى عليه محتاجين نتوصل إلى اتفاق تنفيذي يعني تعهدات مالية تعهدات خفض انبعاثات هدف عالمي للتكيف آلية تعويضية للخسار والأضرار نقل التكنولوجيا للدول النمية بالأسرار المعرفية قدر الإمكان والبدء في التنفيذ يعني يكون فيه قرارات أني اعتبارا مثلا من سنة كذا يكون وصلنا لهدف تمويلي معين شحز الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ تعهدات الخاصة بالخفض الانبعاثات أو التكيف مع الأسرار السلبية تغير منها طيب ممكن شاز لي سألتك فندم عن المكاسب السياسية بالنسبة لمصر الجانب الآخر هي المكاسب الاقتصادية بالنسبة لمصر المكاسب الاقتصادية يمكن أن تتمثل فيه الترويج السياحي الكبير شرم الشيخ مدينة كبيرة مش محتاجة ترويج لكن وجود أكتر من 30 إلى 50 ألف مشارك في هذا المؤتمر ببعض الناس بتيجيب عائلتها ده ترويج سياحي كبير لهذه المدينة الجميلة وبيدي انطباع جيد طبعا نحن شايفين الحكومة أيمة بجهد رائع شرم الشيخ أصبحت يعني هي كانت جميلة أصبحت أكثر جمالا وأكثر اخضرارا هناك العديد من المبادرات درويجة شرم الشيخ فيها أول مستشفى أخضر على مستوى أفريقيا والشرق الأقصد مستشفى شرم الشيخ الدولي المطار تحسن بكتير أكثر من الأول الطرق والفنادق عندنا مبادرة اسمها النجمة الخضرة الفنادق يعني غير فيه أكثر من فندق فارغ النجمة الخضرة الجرين ستار في عديد من المبادرات وفائل النقل الموجودة هناك منظومة النقل الزكي اللي هي كلها تبسات كهرباء أو تبسات غاز طبيعي حضراتكم عرضتوا تقرير من شوية عن محاطة الطاقة الشمسية فتعظيم موارد الطاقة الشمسية في المدينة الخضرة والتشجير فالحقيقة يعني هي كلها جهود جيدة جدا تحسب الحقيقة للتنظيم في هذا المؤتمر ده بنتكلم دلوقتي على نعكستها على قطاع سياحة محضرتك قلت وفيه كمان سياحة المؤتمرات يعني دول العالم اللي مكون موجودة وقادة العالم والمشاركين والمنظمات المختلفة لما يكون مشاركة في هذا المؤتمر هتشوف تنظيم المؤتمر عمل إزاي فده بيعكس إمكانية شرم الشيخ استضافة أي مؤتمر عالمي شرم الشيخ استضافة قبل كده مؤتمرات كبيرة استضافة المؤتمر الخاص باتفاقية التنوع البيولوجي كوبا 14 مؤتمرات صلو مؤتمرات صلو مؤتمرات صلو ولا عرض نماذج أو خطوات لسه هنقوم بيها بالفعل في إنجازات حصلت زي ما حضرتك قلت مبادرات إن كانت مبادرات من قبل دولة أو حتى مبادرات شبابية ومجتمع مدني ومائي لذلك عايزة عرف من حضرتك أولا فكرة المساهمة بإنجازات حصلت على أرض الواقع ده غير طبعا زي ما حضرتك قلت إن شرم الشيخ أصبحت تقريبا مدينة خضراء ده إزاي خلينا نقول يعزز من موقف مصر إنه يجب التعامل مع هذا الملف بشكل جديد وأيضا نقطة تانية هل إحنا المجهود اللي قمنا بيه هل ده كافي واللي محتاجين كمان نكثف منه خلينا نقول إن التنظيم المؤتمر بينقسم إلى منطقتين المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء المنطقة الزرقاء هي منطقة مقصورة على المفاوضين والرؤساء والسكرتالية الاتفاقية تقوم على قدرتها الأمم المتحدة تابع الأمم المتحدة وبالتالي الدخول هذه المنطقة يعني بيبقى هي منطقة يعني مخصصة الموضوع للعملية التفاوضية علشان يعني يخصص وقت ومكان للمفاوضين إنه هم يعني يشتغلوا بحرية في منطقة أخرى اسمها المنطقة الخضراء منطقة الخضراء بتبقى تشتمل على زي منطقة معارض منطقة يتم فيها تنفيذ أحداث جانبية العديد من الأحداث الجانبية كل حدث جانبي منها يعتبر زي ندوة علمية بتقدم أحدث ما في مجال العمل المناخي طبعا مصر محضرة مجموعة من المبادرات 15 مبادرة في مختلف القطاعات وبتربطها بالتغيرات ومناخي فيه حاجات خاصة بالمية حاجات خاصة بالزراعة حاجات خاصة بالطاقة حاجات خاصة بالنزع الكربون أو دي كربونيزيشن حاجات خاصة بحقوق النوع الاجتماعي جندر حاجات خاصة بالشباب المنظمات المجتمع المدني المخلفات العديد من المبادرات فبالتالي هذه المبادرات من ضمن الأنشطة التي ستعرض خلال هذا المؤتمر أيضا هناك العديد من المبادرات الوطنية اللي قامت بها الدولة زي مبادرة المشروعات الخضراء الزكية اللي بتتم حاليا على مستوى 27 محافظة بهدف الوصول إلى 18 مشروع يتم من أصل 7000 مشروع تقدم بالضبط يعني عدد مشروعات طبعا بيتم يعني مراجعة هذه المشروعات للوصول إلى أفضلها طبعا وصولا إلى 18 مشروع زي ما قلت لكن باقي المشاريع هيمثلوا يعني زخيرة جيدة جدا للمشروعات الخاصة بالعمل المناخي اللي نقدر بعد كده كدولة أطالب المجتمع الدولي بتمويل هذه المشروعات هذه المشروعات كأفكار أو كمقترحات لسه قدامها وقت شوية على لما تصاغ في شكل اللغة اللي بيفهمها الدونرز أو الجهات المنحة علشان أقدر أطالب المجتمع بهذا بالتمويل طبعا إحنا عندنا أربع مشروعات مموالة من صندوق المناخ الأخضر ده عدد يعني لحد ما متواضع لكن إحنا عايزين أكتر فكان الخطوة الأولى إن إحنا نعمل حصر لأفكار المشروعات إحنا عملنا الحصر ده دلوقتي ودي خطوة جيدة ده السؤال كنت أسأل حضرتك فيه إننا ممكن نعتبر إن هذا المؤتمر فرصة لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال للتعاقد وعمل شركات مع مؤسسات دولية مع جهات منحة دولية هتكون موجودة في هذا المؤتمر في مجال الاقتصاد الأخضر في كم المشروعات التي سيتم عرضها في المنطقة الخضراء زي ما حضرتك ذكرت من ما لا شك فيه وأيضا على هامش المؤتمر سيعلن العديد من المبادرات الخاصة بالهيدروجين الأخضر ومشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر مشروعات عملاقة نحن نتكلم بمشروعات مليارية مليارات فالسيسمرات جيدة جدا المشروعات الزكية الخضراء التي سنتوصل إليها بعد المراجعة الدقيقة للست سبعة تلاف مشروع التي تم تقدم بهم في قاعدة البيانات سنوصل لتمنتشر مشروع هناك أيضا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية مرفق بالاستراتيجية قائمة من المشروعات اللي احنا نصقنا مع كل الوزارات لما جينا عملنا هذه القائمة من المشروعات حوالي 60 أو 70 مشروع تم التنصيق مع الوزارات المعنية يبقى أنا عندي كده مشروعات على مستوى الوزارات وعندي مشروعات على مستوى المحافظات اللي هي مبادرة المشروعات للخضراء الزكية فعندي زخم كبير وكم جيد جدا من أفكار المشروعات التي يمكن أن تساهم في العمل المناخي بشكل جيد دكتور أهم الموضوعات وأهم الملفات اللي هيتم طرحها في أول أيام المؤتمر الحقيقة هو المؤتمر ده مش مؤتمر واحد هو ست مؤتمرات يعني عندي مؤتمر القيمة المناخ اللي هو المؤتمر الرئاسي واللي هيكون فيها موضوعات سياسية ستطرح في قيمة المناخ عندي بعد كده مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ عندي مؤتمر الدول أطراف اتفاق بكيوتو بروتوكول أو بروتوكول كيوتو عندي مؤتمر الدول أطراف اتفاق بريس وعندي مؤتمرين تانين اللي حاجة اسمها الهيئة الفرعية الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشهور العالمية والتكنولوجية دي بقى الحاجة بتاعت التنفيذ فكل مؤتمر من دول له أجندة لوحده أو له جدوى الأعمال لوحده أهم الموضوعات إجابة أنا على سؤال حضرتك زي ما قلت كده موضوعات الخاصة بإيه؟ خفض الانبعاثات خفض فوري للانبعاثات نحن زي ما قلت الانبعاثات بتزيد نحن دلوقتي تركيزات غازات الاحتباس الحراري ربمائة وعشرين أو ربمائة وواحد وعشرين جزء في المليون إذا وصلت إلى ربمائة وخمسين نحن وصلنا إلى اتنين درجة وبتزيد للأسف الشرين فيجب أن توقف هذه الانبعاثات بشكل فوري يعني من هنا لعشرين من هنا لغاية عشرين تلاتين محتاجين أن نحن نخفض بتزيد وتزيد بشكل متسارع يعني كمان وطيرة الزيادة مختلفة عن ما قبل بالضبط محتاجين من هنا لغاية عشرين تلاتين نحن نخفض العالم يخفض حوالي خمسين في المئة على الأقل من الانبعاثات يعني وصل وصولا إلى عشرين وخمسين اللي هو الصفر انبعاثات علشان نحقق هدف اتفاق باريس الموضوعات التانية الموضوعات الخاصة بزادة صلب المصالح الدول النامية زي موضوعات التكيف موضوعات التمويل ونقل التكنولوجيا والخسار والأضرار وبناء القدرات كل هذه الموضوعات مطروحة على جدول أعمال المؤتمرات ده مكسب كمان يا دكتور من مكاسب مصر من تنظيم هذا المؤتمر وسائل الإعلام العالمية اللي هتكون موجودة لتغطية هذا المؤتمر وهتكون موجودة في المنطقة الخضراء وهتشوف هذا الكم من المشروعات اللي مصر عملتها خلال الفترة اللي فاتت والمبادرات وزي ما كنا نتكلم دلوقتي على المشاريع اللي خرجت من المحافظات كانوا سبع تلاف مشروع يتصفوا في النهاية لـ 18 مشروع فعرض هذه المشروعات وعرض ما قامت بي مصر خلال السنوات الماضية في مؤتمر مهم زي ده تتنقلوا وسائل الإعلام العالمية كمان الحقيقة الإعلام له قصة الوحدة يعني الإعلام الحقيقة زي ما قلت العالم كله هيكون عندنا في مصر كل وكالات الأنباء والإعلام العالمية هتكون موجودة عندنا فدي فرصة جيدة جدا وبسرصة زهبية ما بتكررش كتير فهبفو عندنا فرصة جيدة إن احنا نظهر للعالم الجهود اللي عملتها مصر في مختلف القطاعات احنا عملنا حاجات كتير قوي عملنا حاجات في الطاقات الجديدة والمتجددة عندنا واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العالم محاطب بنبان في أسوان ومشروعات الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت حيات الطاقة الجديدة والمتجددة عاملة جهد رائع الحقيقة عندنا شبكة النقل الزكي على مستوى النقل والمواصلات عندنا المونوريل والقطار الكهربائي وعندنا الاندرجراوند اللي هو المترو الأنفاء عندنا شبكة طرق الجديدة اللي بتقلل على ساعات السفر وبالتالي بتقلل استهلاك الوقود وبالتالي بتقلل الانبعثات يعني بتقلل الانبعثات بشكل غير مباشر كل المشروعات مدرات الإحلال والتجديد بالنسبة للسيارات طرق الرأي الحديثة بالنسبة للزراعة بالزبط فهناك العديد من الأنشطة هتبقى فرصة جيدة إن احنا نعرض الكلام ده للعالم مصر عاملة طبعا في المنطقة الخضراء الحكومة المصرية الوزرات واخدين أجنحها لعرض إنجازات الحكومة الدولة في مجال التنمية الخضراء أو الاقتصاد الأخضر اللي هي إزاي أنمو من غير ما أثر على البيئة وده على فكرة الهدف الأولاني من الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخ لو أحد أحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعثات يعني أنا بحقق معدلات نمو بدون الإضرار بالبيئة وده التوجه العالمي دلوقتي احنا ماشيين مع العالم في هذا التوجه وده فرصة هتبقى فرصة جيدة جدا إن شاء الله لمصر إنها هتبرز جهودها في هذا المجال طيب بجانب الجهود اللي مصر قامت بيها بالفعل دكتور إيه الخطط اللي احنا محتاجين نشتغل عليها أكتر في الفترة اللي جاية عشان نقدر فعلا نتحول يعني بشكل أكبر لفكرة التعامل مع ملف التغير المناخي ومش بس إيه الخطط كمان إزاي نقدر نحنا نطبقها بشكل سليم زي ما قلت لحضرتك إحنا عملنا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية هذه الاستراتيجية محتاجة الخطوة اللي جاية نتتحول إلى خطة عمل خطة عمل بتشتمل مجموعة من التدابير والإجراءات والمشروعات بشكل محدد كل قطاع مطلوب منه إيه علشان يحقق أهداف الخطة أو الاستراتيجية وهي خمس أهداف معروفة مطلوب أيضا لاهتمام بموضوعات التكيف يعني إحنا دولة مهددة بالأسار السلبية للتغير المناخ الفترة اللي جاية إحنا شغالين على إعداد الخطة الوطنية للتكيف مطلوب أيضا لاهتمام بموضوعات التمويل الداخلي للمناخ شايفين إحنا المشروعات البنوك المصرية تدخل بقوة في تمويل مشروعات زاد صلة بالتغيرات المناخية وده توجه محمود جدا الحقيقة البنوك دلوقتي بتدي كروض لمشروعات زاد صلة بتغير المناخ وعندنا مصر أصدرت السندات الخضراء أول إصدار للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط كان بـ 750 مليون دولار وتجربة نجحة جدا لتمويل مشروعات تغيرات مناخية وهتقرر هذه التجربة فبالتالي عندنا هم واركة وعندنا أعباء محتاجين أن نركز عليها خلال الفترة اللي جاي إحنا عارفين طريقنا إحنا إمبعاثاتنا تمثل 7 من 10 تقريبها من إمبعاثات العالم لكن الأثار السلبية للتغيرات المناخية على قطاعاتنا المهددة كثيرة جدا فإحنا محتاجين نولي ملف التكيف أهمية خاصة إن شاء الله إحنا بنشكر حضرتك طبعا على كل هذه التفاصيل شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا دكتور سمير طنطوي مدير مشروع تغيرات المناخية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واستشاري التغيرات المناخية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا